اشتركوا في القناة بحد اقصى يبلغ 40 ميجاوات وان مقابل ذلك يكون عينيا في شكل سلع واضاف من الممكن الحصول على سلع ومحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي مثل اللحوم وفول الصوية وعباد الشمس ويجرت في الخرطوم اواخر ابريل من العام الماضي مراسم التوقيع على اتفاق يقضي بان يبتأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر ب300 ميجاوات كمرحلة اولى ويبلغ طول هذا الخط حوالي 100 كم ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية اجمالية تبلغ حوالي 6.7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل الى ثلاثة اشهر حلقة برنامج حديث الناس هذا المساء تتناول موضوع الربط الكهربائي يسرني ان ارحب بضيفي داخل الستوديو الباشمهندس محمد السيد احمد مدير الادارة العامة للتخطيط والمشروعات بالشركة السودانية لنقل الكهرباء مرحبا بك باشمهندس وضيفي الاستاذ مالك محمد طهر رئيس تحرير صحيفة الرأي العام اهلا بكما باشمهندس لو بدأنا معك ما قصة هذا الربط الكهربائي بين السودان ومصر هذه ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها الحديث عن هذا المشروع طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الشكر اجزله لغانان طيبة لاستضافة عشان نعمل تنوير عن موضوع الربط الكهربائي بين دولة مصر والسودان التعريف بتاع الربط هو الاستفادة من الربط الكهربائي بين الشبكتين في وقت اختلاف الزروات في البلدين وهذا الربط يعني يعزز من الفائدة الاقتصادية للبلدين يعني هذه هي القصة باختصار باش مهندس لكن يعني للتوضيح اكثر هل سيأتي السودان ومصر الكهرباء اما العكس هو تبادل بين الشبكتين وزعت مراحل يعني كل الدراسات جرت يعني عندنا لجان فنية تعمل باستمرار مع بعض سوف يقوم في تبادل بين الشبكتين ان شاء الله في مراحل هلولة سوف ناخذ من الشبكة المصرية ان شاء الله وفيما بعد ان شاء الله يحصل التبادل يعني بكمل القدرة المادئية والله الدراسات التي تمت بين الجانبين اولا عن 300 ميجاوات وثم ثانيا هناك الدراسات مستمرة مع الجانبين طلعت انها هي في مراحل يعني في الفترة اللولة لسي حنبدأ فيها ان شاء الله هتكون 50 ميجاوات ثم بعد ذلك فيه اجهزة المفروضة تتركب في الشبكتين في الناحية في جانب السوداني وفي جانب المصر اللي يتم الانتغال الى ساعات اكبر من 50 اليمية ثم 150 ثم ثاني الى 300 ان شاء الله يعني شهر مارس تتوقعون ان تتم هذه العملية عملة الربط ام تتوقعون ان هناك موعيد اخرى وتاريخ اخر والله هنا احنا في جانب السوداني الحمد لله سي الخط جاهز وفي انتظار تكملة الاعمال في جانب المصر ان شاء الله يعني الجانب المصر لم يكتمل بعد يعني مع انهم صرحوا كثيرا انا تابعت لهم على مواقعهم بان الشبكة اكتملت والربط سيتين في موعيده وكذا انتم كيف تنظرون الى واقع الشبكات والله هي الاعمال الكهربية هذه تقوم بواسطة مقاولين وعمال ومهندسين فيقوم في تأخير يعني في العملية بتاعت التركيب والعملية بتاعت الاجهزة يعني فمحتمل يعني هم عندهم تأخير حتى الان نعم استاذ مالك محمد طه مرحب بك مجددا يعني هذه الاتفاقية ليست الاولى ومؤكد انها لن تكون الاخيرة بين السودان ومصر انتم كيف تنظرون اليها مبدئيا سياخذ السودان من الكهرباء المصرية طبعا يعني انا ما فني عشان اتحدث عن الجوانب الفنية المختصة لكن من ناحية اعلامية في ملاحظات في الموضوع يمكن انه اورد اقول انه الحديث دائما عن الربط الكهربائي عندما يتعلق عن التبادل بين السودان ومصر انا شايف التدفق الاعلام بياتي من الجانب المصري اكثر من ما ياتي من الجانب السودان دائما هم اللي بيتحدثوا ودائما هم اللي بيكشفوا عن الارقام وعن المعلومات شايف انه يعني احنا بنحتاج في السودان انه برضو نبادر في قضية الاتاحة المعلومات للناس يتكلم في برد حديث الناس ويعني ويوضح الحقائق حتى لا تضع احيانا الشائعات ولا كاذب حول قضية الربط الكهربائي الجيد اعلاميا ايضا يعني من الملاحظات الاعلامية في الخبر انه في حديث كان سبق هذا التصريح على انه الموقف السودان مثلا من سد النهضة او سد الالفية الاثيوبي اه يعني تم تحويله او تحويله اه لانه السودان اه ستقدم له اه طاقة كهربائية اه من مصر وكأنه يعني تم شراء الموقف السوداني طبعا حسب الشعب انه تم شراء موقف السودان من سد النهضة عبر التعويض اه سودان او امداد السودان بطاقة كهربائية من الجارة مصر لكن اتضح الان من الخبر على انه التبار هذا قيمة اخرى في قيمة وليست موقف السودان من سد النهضة نعم انه ان ما سيتحل السودان او ما سيتمتز من السودان به من طاقة كهربائية بمقابل اه طبعا البرضل فيه نقطة بتحتاج ايضا لا توضيح انا معرف الاخوة في الجانب الفن بتحتاج لتوضيح انه هو قضية انه الربط الكهربائي الحادث او الحاصل بين السودان واثيوبيا انه سودان اه بنتزود بالطاقة الكهربائية بميزات تفضيلية يعني فيها اسعار تفضيلية يعني ما هي بالسعر العالم المعروف ما هو السعر المدبع السوبيا لي كينيا ولا غيره من الدول في ميزة تفضيلية في موضوع الربط الكهربائي من السودان واثيوبيا فانا معرف هل نفس هذه الميزة ستكون موجودة في الربط الكهربائي من مصر والسودان سنقل سؤالك مباشرة يلبش محمد سيد احمد يعني نرجو ان تجيبنا عليه بكثير من التفصيل يعني هذه النقطة تحتاج لتفصيل بسفدكم الجهة الفنية لكن يعني بعد ان نتابع هذا التقرير وقاعت الخرطوم والقاهرة في ابريل من العام الماضي على اتفاق يقضي بربط القطاع الكهربائي بين البلدين بثلاثمائة ميجاوات كمرحلة اولى على ان تبدأ الدراسات الفنية على مستوى الربط الذي تم تحديده وجاءت تصريحات رسمية من القاهرة امس الثلاثاء على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بقرب تنفيذ الاتفاق الذي تم مع الخرطوم بنهاية شهر مارس المقبل بحد اقصى 40 ميجاوات وان مقابل ذلك قد يكون عينيا في شكل سلع وزار وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة الهندي المنفذة للمشروع في اغسطس المنصرم خط الربط من محطة محولات توشكي حتى ميناء ارقين البري في السودان ويبلغ طول الخط حوالي المئة كيلومتر ويتم تنفيذه على مرحلتين بقيوة استثمارية اجمالية تبلغ حوالي 6.7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل الى ثلاثة اشهر وكان مقررا ان يتم التشغيل التجريبي للخط في اواخر نوفمبر الماضي على ان يبدأ الربط في ديسمبر وهو ما تعثر انفاذه حتى الان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية تؤكد اكتمال كافة الاجراءات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي مع مصر والجاهزية لبدء التوصيل بنهاية مارس المقبل وشهد الرئيسان البشير والسيسي على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تم الاتفاق عليها خلال اعمال اللجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة وتم تتويج اكثر من عشرين اتفاقية ولم يشعر مواطني البلدين بمشاريع تكامل التي انتظرها الشعبان طويلا شكرا جزيلا لزميل حبيب هارون الذي عد هذا التقرير سأعود اليك مجددا تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن الربط الكهربائي او هو الموضوع الاساسي لهذه الحلقة لكن اريد مزيد من التفاصيل حول الفوائد التي يمكن ان يجنيها السودان من عملية الربط الكهربائي مع مصر الان هو يربط كهربائيا مع اثيوبيا وهناك قطط للربط مع اريتريا وهناك ايضا ربط مع جنوب السودان اين تكمن الميزة التفضيلية للسودان واصل الربط يعني يعزز التعاون بين كل الدول يعني نحن نلاحظ ان افريقيا برضو مربوطة في شبكة يعني ممكن تكون واحدة فيما بعد اوروبا برضو مربوطة بشبكة مع كل دول الجوار فالسودان في المحور ده يعني الشغلانة بتاعت الربط دي هذي ما مشكلة يعني بين مصر يعني احنا اصلا اردي يعني من الماضي ربطين مع اسيوبيا ربطين معها بخط ميتين وعشرين ويدونه وفي اتفاقيات في الجانبين وبرضو عندنا ربط حاليا مع دولة الجنوب في محطة الرنك وبرضو عندنا تبادل معاهم وعندنا برضو مشاريع للربط في المستقبل مع دولة اريتريا وعندنا برضو خطوط استراتيجية نحن حنمشي لغاية غارب دارفور في الجنين على سنه ممكن برضو نربط مع دولة التشاد وبرضو في محور تاني برضو عندنا برضو خطوط في خطوطنا الاستراتيجية واصلة حتصل لغاية برضو حدود مع افريقيا الوسطى فميزة في الربط ده السودان موقع موقع استراتيجي لكل الدول دي يعني احنا يعني ممكن تجي الكهربا ماشا عبرنا لدولة مصر ودولة مصر برضو رابطة مع الاردن رابطة مع ليبيا الآن هم شغالين في ربط مع المملكة العربية السعودية فالربطة يعني في السودان يعني عنده ميزة تفاضلية نحن حتجي مرة برضو الكهربا عبرنا من اسيوبيا برضو في حوض اسمه حوض الكنغو برضو فيه كمية هائلة من التوليد الماء حتجي وبرضو حتجي عبر سرق تولة الجنوب سرق السودان سرق مصر الى ان تصل لأوروبا فده الفائدة من الربط يعني ونحن ناسي بنأسس للربط السي في الخط الـ 220 وهناك دراسات تجراسي في لجاني والله هنرفع هذا الربط من المستوى في الجهد الـ 220 هنرفعه لـ 500 عشان يقدر يعني يتحمل قدرات أكبر من ألف وغاية ثلاث ألف ميجاوات وهنا السودان يستفيد من أي طاقة جاي عبر لحدودنا نحن نكون جهزنا إن شاء الله في المستقبل لخط 500 على سين يشيل السياعات الكبيرة ويحصل تبادل المصريين أصل رابطين مع دول كثيرة فهم محتاجين لطاقة إن شاء الله تمر عبرنا إن شاء الله يحصل الفائدة الاقتصادية للدولة نعم أستاذ مالك برأيكم الفوائد المرجوة من مثل هذا الربط الشبك الكبير بين الدول على المواطن السودان في الفترات الأخيرة عانى من قطاعات كبيرة صرحت بها الجهات المعنية وزارة الكهرباء والشركات المنتئة للكهرباء والتي تشرف على التوزيع برأيكم هل يمكن أن تنتهي هذه المشكلة هل سينعم السودان بتيار كهربائي مستمر وأن تدخل الكهرباء إلى مناطق لم تصلها ما هي الفوائد الكبرى من مثل هذا الربط طبعا الموضوع بتاع الطاقة مش هميته لأنه المواطن صحيح المواطن في الدرجة الأولى دائما الناس النظر له لكن ما تنتج من الطاقة أي بلد ما ينتج من الطاقة بيلخص موقفه أو موقعه الاقتصادي طوالي يلخصك بتنتج كم بتددي مؤشر أنك دولة متقدمة ومتخلفة أو كده الطاقة صبحت واحدة من الأهم المقاييس طبعا لقياس دولة متقدمة أو صناعية ولا دولة لا يعني مجرد ما تحكي أنك مثلا إنتاجك من الطاقة في الكهربائية مثلا نقول ألفين ميجاواطن لا ثلاثة ألف وفي ناس بيتكلم عن مية وفي ناس بيتكلم عن خمسين فبتددي مؤشر لأنك التواقفين في سياق التطور والنهضة والرفاه الشاهد في الكلامنا كله ومن الأشياء المهمة إنه حدثت الآن انتباه وانتباهها لقضية الطاقة في السودان يعني نحن حتى الآن ابتكلم سودان متعثر وينتاج ضائل في الطاقة الكهربائية وفي الغطاعة السكن وفي الغطاعة الصناعي والزراع وكله وعنده إشكالات كبيرة جدا جدا لكن حدث الآن انتباه وضوع الطاقة موضوع بهم وتوفير الطاقة موضوع من على سلم الأولويات بالنسبة للحكومة عشان كده قضية السن مروي وقضية الربط الكهربائي وقضية إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة مش الموية فقط وإن كانت طبعا المصادر الأخرى عندها كل فتاة نعم ولكن الآن انتباهوا لقصة أنه الشمس طاقة ويتكلموا عن كيف محاولة أنه تولي الطاقة من الشرائح أو الشرائح حسين يكون وغيرها ففي فعي أصبح هناك وعي يعني دينه من الأشياء المحمودة أنه في وعي بأنه لا بد أن يكون في طاقة كهربائية بصورة كبيرة أولا طبعا بيتخلي زي ما قلتها أنه القضية الغطاس السكاني يجد حظه لأنه الآن واضح أنه السودان في قطاعات محرومة تماما من الكهرباء ونحن نحن في الغرن 21 وفي يعني لا أسلسة في ظلام دامس الشيء الثاني أنه كل الحياة العصرية مربوطة بالطاقة يعني ويمكن إذا ساكن في مثلا السابع دور تامين دور ما تخيل حيبدو مصعد يعني في المستشفيات الناس أيضا حتى في الحركة بتاعت البصات يعني داخل المدنة الكبيرة قضية الكهرباء واحدة من الطاقات المستخدمة القطاع الزراعي الآن يعني واحدة من إشكالاته إنه بيستمد على الجازولين وكلنا عارفين الجازولين الآن كيف عامل صدع للدولة في أنه توفره في قضية التهريم الناس بيتكلموا أيضا عنه صناعة متخلفة ومعندها تنافسية لأنه واحدة من الأشياء اللهم متخلات الصناعة وقصة بتاعة الطاقة المستخدمة كل فتح عليه جدا جدا يعني من كان أنا أفتكر أنه من ما عاوز أدينا السابقين ولكن أقول إنه نظرة السياسيين ونظرة الناس اللي اتخصصوا في الطاقة وفي الهندسات الكهربائية منذ الاستغلال وحتى لأن كانت نظرة غاصرة وضعيفة يعني المصريين اللي بنتجوا في أو فكروا في السد العالي بنتج كميات حتى الآن السودان كل الطاقة المتجمعة ما بتنتجي انتهي السد العالي نعم أستاذ مالك اسمح لي يعني هذه المعروض صحيحات ابتكر نعم اسمح لي فقط نقول الآن يعني نقطة مهمة تفضل تفضل أكمل أكمل فأنا أفتكر أنه الوعي الوعي كان غايم ضغط أنه لا بد أنه كل المناطق اللي ممكن نقولين بلها طاقة مائية تكون يعني أنجزت واكتملت نفكر في في مصادر أخرى للطاقة يعني العالم حولنا واعي بالمثالة وعي للأسف الشديد نعم أستاذ مالك سننواصل الحديث في هذا المحور أيضا بمزيد من التفصيل لكن بعد أن نأخذ هذا الفصل القصير ثم نعود لنواصل حلقة هذا المساء من حديث الناس تفضلوا البقاء معنا أهلا وسالها ومرحبا بكم مجددا مشاهدي العزاء متواصل معكم في حلقة هذا المساء من حديث الناس وموضوعنا هو اتفاق الربط الكهرباء الذي تم بين الخرطوم والقاهرة ضيفي داخل استوديو هما الباش مهندس محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالشركة السودانية لنقل الكهرباء والأستاذ مالك محمد طه رئيس تحريص صحيفة الرأي العامة باش مهندس يعني إذا عدنا لموضوع رقل الكهرباء مع مصر وإنتاج الكهرباء في السودان يعني الآن تتم اتفاقيات للتبادل الكهرباء ودعنا نكون كما ذكرت أكثر وضوحا بيننا سنأخذ الكهرباء من مصر برأيكم لماذا نأخذ الكهرباء من مصر ونحن عندنا مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء في السودان أين يكمن الخلل أين يكمن النقص أنا زي ما وضحت لكنه الربط هذا يعني هو عملية بتاع التبادل في الغدرة الكهرباء بين الشبكتين وفي وقت نحن نحتاج هم يحتاجوا فهذا لا يغني يعني نحن نتطور في توسيع مواعيننا لإنتاج قدرة أكبر عشان الفائد يمشي زي ما قلت لك لمصر لدول أخرى تانية فالفائدة مدوادلة بين الدولتين يعني وهو أصلا يعني يعزز من الفائدة الاقتصادية للدولتين يعني ناخذ منهم وياخذ منهم حاجة تانية نعم فدي الفائدة أستاذ مالك يعني هذه الاتفاقية يعني ليست بالجديدة برأيكم ألم يتأخر التنفيذ سنوات والله حتى يعني لو تأخر يعني أفضل مما يكون موجود ومعدوم ويعني أنا برضو بقول يعني زي ما بديت أنا ما فني لكن يعني في نقطة برضو جديرة بال إنه السودان الآن حتى لو كان في شحف الطاقة لكن واضح من حديث المهندس إنه في وعي بهمية المكان المكان اللي هو موقع الجغرافي موقع الجغرافي نعم يعني الآن والناس يتكلمون كثير جدا على أن الموقع الجغرافي للسودان هو ميزة كبيرة على سبيل الطاقة وعلى سبيل الطيران وعلى سبيل الدقل البري السودان محاض بي دول مغلقة يعني محاض بيشاد دولة مغلقة جنوب السودان دولة مغلقة أفريقيا الوسطى دولة مغلقة إثيوبيا دولة مغلقة فدي كلها إنت بفروض وإنت دولة مطلة من جاورة هذه الدول مطلة على البحر والأقربلية السودان أيضا يعني تموضعه جغرافيا في قضية أنه هو تقريبا يعني ملتقى بين الشمال الأفريقي بين الشمال الشرقي بين الجنوب بين الغرب دولة مرض وحتى في حركات الطيران بمفروض يكون نقطة أو ميزة الناس يعني عندهم وعي بها الآن في قضية ربط الكهرباء واضح أنه يعني مرتبط بعدد من دول الجوار بعض هذه الدول عندنا يمكنت بتاع الطاقة كبيرة زي السيوبيا الآن هي متراهن يحدى من أنه يعني يعني مكامي قوتها في الإقليم أنها هي تبيعة الطاقة الكهربائية يعني تفطنت لأنها هي عندها مثلا قضية بتاعة المرتفعات هي منطقة بتاعة منابع لروافر مائية هي بتستطيع عبر ذلك أنها تنتج كمية كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية وتبيعة للدول أو تتبادل طبعا التبادل نفسه يعني طبيع على يعني ما كل أنت بتبيعة كهربائية بتاخد قلوش ممكن تاخد حاجة تانية أو بيزات تانية ودي أنا أفتكر برضو بالنحية السياسية بتنقل المنطقة أنه من منطقة نزاع وتوتر ومشاكل يعني المنطقة كيف يعظموا المنافع يتبادلوها والآن تجلى هذا الأمر في قضية الربط الكهربائي اللي حتى كان المقبل يعني سد النهضة أثار مخاوف وعمل جدل وعمل تشويش أظهر كيف الآن الحديث يعني أصبح يعني يعني يوتي وندريا اختلف في تشبيك بين أثيوبيا ومصر عبر السودان في تشبيك بين مصر والسودان تشبيك بين أثيوبيا والسودان والأصبح الموضوع بتاع الأسد من أنه خطر لأنه هو نافع أو جانب للمصلحة فكل ما عظمة المصالح بين الدول وكل ما الكتلة السياسية ذاته وفكرنا في أنها تكون كتلة اقتصادية وفتكرنا كلام مهم مفيد ويمكن بعد يعني لأنه أفريقيا واسعة قارنة كبيرة جدا القضية بتاعة الكتلة الجغرافية المتدبادل المصالح اقتصادية طابعة الكهرباء من السودان ومصر والكنغو وافريقيا اليسطة وشاد وجنوب السودان واريثريا في كتل مفتكر بيكون مشافة للكتلة دي في أقصى الجنوب ولا في أقصى الغرب ولا في أقصى الشمال الغربي ممكن تدب يعني تحاكي تنسخة تجربة تحاكي أي تحاكي تجربة ولو في مجال تاني باش مهندس يعني لو تحدثنا قليلا عن التفاصيل الفنية بالنسبة لبداية الربط الربط الشبكي للكهرباء نقل كهرباء من مصر والسودان أو من السودان إلى مصر يعني من أي نقطة ستبدأ ستبدأ الاستفادة أنا أديك تعريف عن الربط ذاته وبدأ بتاني يعني في تنفيذه الربط والخط في جانب السودان منقسم إلى شقين في العمل أعمال مدنية وأعمال كهربائية الأعمال المدنية بدت في السودان في أوائل عام 2017 وانتهت في أواخر 2017 انتهت وبدأنا في شهر 4 2018 في الشقة التالية بتاع الأعمال الكهربائية بتركيب الأبراج ثم بعد ذلك شد الموصلات عليه والحمد لله هذا العمل كله تم بأياد ومهندسين وفنيين سودانيين وبكفاء وبمهارة عالية جدا جدا ونحن نمتلك أتيام ومهندسين ذات كفاءة عالية ممكن ننفس بهم في أي مجال في دول الجوار عندنا ثم ثانيا للشقة الثانية بتاع السؤال حقك انه هذا الخط هو يتكون من خط 220 كيلو فولت بدايرتين مززوجتين المسافة في جانب السوداني 69 كيلو متر من أي نقطة تبدأ في السودان من محطة حلفة حلفة ودي حلفة من محطة ودي حلفة شمالا إلى إلى أرقين في الحدود السودانية المصرية نعم وهو يتكون من 191 برج وفي جانب المصري حوالي 100 كيلو متر في محطة توشكتو الربط سيتم في محطة توشكتو ومحطة ودي حلفة هذه النقطتين سيتم البداية بتاعتهم في الفيلم يعني هذه هي المسافة دعنا نقول هي الفارغة بين الشبكتين التي تم الآن يعني ملؤها في انتظار مدى التيار الكهرباء أستاذ مالك يعني كما ذكرت في حديثك أن ربما هي المواقف السياسية التي قد تؤخر مثل هذه المشروعات الاقتصادية الكبرى التي في النهاية يستفيد منها المواطن المواطن السوداني الآن كيف تنظرون إلى المستوى المستوى هذا المستوى العالم إلى العلاقات بين السودان ومصر في تنفيذ مشاريع بهذا الحجم أنا أفتكر زي المشروع بتعرضت الكهرباء إذا عفوا هو بداية لأنه في حاجات كثيرة يمكن أن ناس يعني يتبادلوا فيها أو يأسسوا فيها لعلاقات بتاعة منفعة الآن الكهرباء واضح أنه حقني من الحقول المهمة أن يحصل فيه وممكن نقول تبادل سلعي الكهرباء لا تسلع في النهاية تدّون كهرباء أو يدّون كهرباء تدّون حاجة تانية وفي نقطة أنا والله مرضو كنت متمنى يحدث على تصليف للضوء لما نحن تدّون كهرباء هم حايدون هش دي سنعود إليها سأسألك عنها هم هم ربطوا هذا المداد الكهرباء بتقديم أنواع معينة من الخدمة تفضل طيب في حقول يعني ومجالات كثيرة جدا جدا من السودان ومصر يمكن المضيفة الأمام وتعظيم المصالح فيها وعلى رأسها في تصور الخاص الزراعة يعني الزراعة دي برضو السودان في أمكانات هائلة جدا جدا في قضية الأراضي وفي قضية المياه طبعا بيحتاج في العاون المصري مصري طبعا بتحتاج للغزاء بصورة كبيرة صحيح نعم كثافة السكانية العالية نعم فده من أهم المجالات المتحدة الحقو الناس يحاكوا فيه أو يمشوا فيه وينسقوا فيه ويتعاونوا فيه لأنه جا في وقت من الأوقات كان سعر الطن بتاع القمح يعني تغريبا أضعاف أضعاف سعر برميل البترول البرميل واحد من البترول والناس يتكلموا عن أنه المنطقة بتاعة العالم العربي تمتلك 80% من البترول لكنها بحاجة إلى 80% من حاجة من تجع العام للغزاء المعادلة المعكوسة يفتكرون العالم العربي يفتكرون أنه 80% من الغزاء في العالم فالسودان وكلما قال بتاع أنه صلات غزاء وكذا بناء على معطيات وبناء على حقائق على الأرض يعني مشكلة يعني وبناء على الدراسات وبحوث يجريت نعم فأدي زي الدراسات والبحوث اللي يجريت في قضية ربط الكهرباء وقضية الإمكانات السودان وكذا يجب أنه البحوث الدراسات أنها تخرج إلى الأرض الواقع ده من أهم المجالات المفروض أن السودان ومصر عملوا فيه تعاون كبير الناس يستفيدوا من بعض إمكانات المصر في الري طبعا إمكانات هائلة ويعني قديمة أنا عملت الشرشي كده صغير في اهتمام مصر بين وزارة الري والكهرباء لقيت أنه مصر من ألف وتبنمية تقريبا وكم وخمسين عندهم وزير ري واحد يعني يعني وعيهم بقضية الري والكهرباء من ألف الوزراء المكتوبة زي يعني التغليل السايد في عين مباسسة ولكن الوزراء السادقون يمكن يسمون من ألف وطبنية وخمسين أنه الوزير كان في لان حتى لو كان بإسم تاني لكنه من ضمن هو الصاصر ري والكهرباء من 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 ضمن خصاصاته فمصر عنده إمكانات كبيرة في قضية الري والفلاح والزراعة سودان المفتكري يمكن يستفيد ويعمل وتعاوى في هذا الحق باش مهند سأود لك مجددا الاستثمار في مجال الطاقة كما ذكرته فوائد كثيرة من ضمن الفوائد هذا الربط الشبكي هل هناك مصادر أخرى للطاقة يمكن للسودان أن يستثمر فيها أو أن يستفيد منها أو أن ينميها نعم أنا دار أعرج لك على أن موضوع الربط يهدف أصلا للاستفادة من موضوع البيئة طبعا المحطات الحرارية بتلوس البيئة فنحن يعني بسبب المخلفات المخلفات وحريقة نعم لكن الشيء المشهود في الربط الأسبح يكون بطاقة نظيفة طاقة مائية وأيضا الأقوى المصريين برضو هما يستعملوا الغاز الطبيعي فده يحفظ برضو على الجانب في الجانب البيئة يعني نحن لو جبنا من أسيوبيا طاقة ستكون طاقة نظيفة وحنوقف من هنا سنستغل عن المحطات الحرارية تقصر ما نستغل لكن بتكون برضو في تبادل بينات نحن بنحتاج لها في أوقات وفي أوقات بنشغل الطاقة الأرخص طبعا الطاقة التوليد الماء هو أرخص من التوليد الحراري الشيقة الثاني إنه نحن في السودان عندنا خطة استراتيجية في الطاقات البديلة الطاقات البديلة كما تعلم إنه نحن عندنا طاقة شمسية متاحة في طول أشهر السنة وعندنا برضو رياح برضو في مناطق من الاستراتيجية عندنا ثلاثة محطات بتاعة الرياح دراسات جاهزة وبدأ العمل فيها في محطة في جنوب ضنغلة بقدرة 100 ميجاوات والعمل استيجاري في مشروع لهذه المحطة والعمل جاري فيها وعندنا دراسات ثانية في منطقة طوكر 180 ميجاوات وعندنا برضو في مدينة نيالة 20 ميجاوات دي من طاقة الرياح الطاقة الشمسية عندنا يعني مشاريع حاليا في مدينة نيالة توجد فيها محطات يتم العمل فيها في زالنجي في الضعين هذه كلها محطات بتاعت توليد شمسي ماشي العمل فيها والطاقة الشمسية مستمرين في دراسات موجودة والعمل مستمر في الطاقات المتجددة يعني الدراسات موجودة ومنتظر ان شاء الله النور تنفيذ يعني عمليات تطوير انتهية الطاقة في السودان تسير بالتوازي ربط كهربائي وايضا الاستفادة من مصادر الطاقة الاخرى أستاذ مالك الجانب المصري كما ذكر المتحدث باسم رأس مجلس الوزراء المصري يعني تحدث عن هذا الربط الكهربائي بمقابل ان يمد السودان مصر باللحوم وفول الصوايا وعباد الشمس هذا حسب ما جاء في يعني ما أعلنته المواقع المصرية وقالت الانباع المصرية يعني لماذا اختيار هذه المواد تحديدا يعني هو طعم للحوجة المصر طعم مشاهتم من قضية التبادل انك تدي الحاجة اللي فائضة عنك تطلب الحاجة المحتاجية أصلا يعني وده يعزز كلامنا القناة في قضيت ان مصر بحاجة للغزاء مصر طبعا الرقعة الزراعية محدودة وضيقة والعدد بتاع السكان يعني متوالية يعني كبيرة جدا جدا فطبعا ميزة وفي نفس الوقت التحدي انك عدد كبير تقريبا مية مليون من البشر وحتى الامتدادات نفسها محصورة مصر يعني من الشمال البحر وشرق البحر يعني ما في لا يعني ما في خيار إلا أنك تتجه جنوبا تتجه جنوبا نفسه الحدود السياسية أصبحت حاكمة فقضية التعاون اللي بتجاوز الحدود ده هو الحل طبعا وبعززه إنك تكون في مشتركات أو يعني قواسم بين الناس أفتكلم موجودة بين مصر وسودان الآن الآن طبعا لو نحن برضو يعني انتبهنا وفي اطار كلامنا عن المصلحة وبعد عن الصراع يعني لو كان العقلية عقلية تجارية بيت بتفكر إنه ده سوق فيه مئة مليون شخص مستهلك ده سوق بالنسبة لك إنت سيستهلك أي شيء سيستهلك أي حاجة يعني فيها كتلة سكانة مئة مليون عندنا متطلبات طبعا وعلى رأس المتطلبات اللي هو الغزاء إنه هو الناس حاجة دائما للغزاء يعني البنياد ده ده ثلاثة وجبات أو وجبتين في اليوم وفده مفروض السودان انتبه لهم يعني قضيت انك تحصل على طاقة عشان تدفع سلع طيب ليه ما ننتج بك كميات كبيرة بحيس إنه خليه هو جزء مننا يدفع عليه في شكل طاقة وجزء يدفع عليه في شكل عملة أجنبية أو نقد أجنبي يعني الدولار وانه محتاج اليوم في إمكانية لهذا الأمر فده أنا أفتكر واحدة من الأشياء اللي يفروض يعني تددك مؤشر للنصر محتاج للغزاء الآن هو فور الصوية وعباد الشمس واللحوم وكذا محتاج مصر لهذا الجانب ويتعندك فيه إمكانات عندك فيه ميزة تنافسية إنك تستطيع يعني موضوع الصادر الماشدة ما ظنه صعب يعني ويتب محتاج لعملة صعبة وبعدين برضو ده ينبه أنك تحاول تحين من التهريب اللي هو يتم بصورة للإبل للأبقار لابد أنه يكون مقنن وموضوع العائد منه بعروف ويكون البوضوع عشوائي مه مش مادسة هل فعليا يعني شمل هذا الاتفاق تحديدا هذه المواد في الجانب الكهربائي نحن عندنا اللي جان شغالة شغالة في الجانب الفني فقط الجانب المال ده عنده لجان برضو شغالة تاني في جانب تاني أو في جسك تاني بالتوازي بالتوازي نعم أعود لك أستاذ مالك ربما يتبادل الآن بأن تصدير اللحوم مقابل الكهرباء ربما هذا هو عصب المستهلك وعصب المواطنين السودان الآن هل هو مكتفي فعليا من اللحوم أو من الثروة الحيوانية حتى يبادلها بالكهرباء إذا صحة العملية التبادلية طبعا السودان من الدول اللي عندها سروة حيوانية كبيرة وفيها ميزات برضو سروة حيوانية براعية طبيعية فالطلب عليها كبير في قضية اللحومة السودانية واحدة من العشاء اللي براهم عليها في توفير نغذة عندنا بإنك كيف تطرق الأبواب الخارجية في إنك تتصدر ماشية طبعا برضو كلام كثير بالتالي حال كيف لابدنا تصدر يعني لابدنا التصادي برضو أنك ما تصدر موارد تصدر مادة جاهزة لاستهلاك ماشية حية تقيف لابدنا الماشية تزبح هنا يستفيد من الأصلاف ومن الجلود ومن القرون ومن أي حاجة تصنع ومن تصدر المواطن أو الشخص في الخارج الذي يستنم المضابط هو فقط يستهلك يعني ما يدور تاني يشتغل مثلا لو أنت صدرت ماشية حية الآخر بيطعم بيوظف بصانع في الجلود وفي الصناعات الصوف وفي قضية الزلاف والقروب برضو عندها برضو مجالة يشغل الناس تشغيل للعمال الحقيقة كلها تولي في الداخل وده برضو يعني شوف الحلقة دي كيف يربط مع بعض أيضا يحتاج للطاقة يعني عشان تعمل المسالخ صحيح صحيح بشمهندسي هذا الاتفاق بين السودان ومصر الاتفاق ربط الكهربائي كما تعلم هو مرة بمراحل هذه هي المرحلة الأولى فيها صح نعم نرجو أن تحدثنا عن المراحل التالية بالتفصيل لكن بعد هذا الفاصل القصير حسنا بكم من جديد مشاهدي العزام متواصلون معكم في حديث الناس هذا المسال موضوعنا اتفاق ربط الكهربائي بين الخرطوم والقاهرة ضيفي داخل استوديو الباش مهندس محمد سيدحمد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بالشركة السودانية لنقل الكهرباء والأستاذ مالك محمد طه رئيس تحريص صحيفة الرأي العام أعود إليكم مجددا باش مهندس قبل الفاصل سألتك عن هذا الاتفاق يعني تم عبر مراحل أو التنفيذ تم عبر مراحل تحدثنا عن مرحلة الأولى ما هي المراحلة التالية والجدولة الزمني لها نعم كما ذكرت لك أنه في لجان مشتركة بين الجانبين واللجان تبحث في الوضع الحالي نحن هنربط على المستوى يتغل إلى المرحلة الثانية حيث يتركب الجهزة في جانب المصر وفي جانب السوداني اللي تزيد من السعة لمية وخمسين لتلتمية مهندس فبعد ذلك المرحلة الكبرى حتكون هي الانتغال للجهد الأكبر الخمسمية كيلو فولت في مستوجود ده حيتحمل ساعات من ألف إلى تلتمية من ألف ميجاوات إلى تلاتة ألف ميجاوات فدي المرحلة اللي بتكون المرحلة الاستفادة الغصوى بين الجانبين لما نصل للخط الخمسمية هذا يتيح أن الاستفادة تكون استفادة غصوى بين الدولتين وبعد ذلك زي ما قلت لك حيكون الرب بين الدول المجاورة للسودان نحن حنستفيد من العبور بتاع الخط الخمسمية إذا من السيوبيا أو من حوض القانجو كل هذه الاستفادة حتكون فيها كل ما نمشي لجهود أعلى بنستفيد من السعات ما تتوقعون أن تتم الاستفادة من هذا الربط هل هناك جدول زمني يعني موضوع نعم الدراسات نستي في الوضع الرأي نحن نخلق على الربط بالخط المئتين وعشرين والدراسات أيضا نستي مستمرة على الخط الخمسمية فإن شاء الله حير النور بعد عشرين وعشرين إن شاء الله الناس برضو تاني إن شاء الله تكون في اتفاقيات في هذا المستوى إن شاء الله والفايدة المرجوة على المواطن العادي يعني نحن الآن هذا ما يهم المواطن أو المشاهد الآن هو يعني ربما أنه ليس معني بهذه المصطلحات الفنية الكبيرة ما يهم المواطن الآن نحن الآن نقترب من فصول الصيف يعني وكما ذكرت في بداية هذه الحلقة أن هناك عنينا من قطوعات في التيار قطوعات كبيرة جدا وإطفاء كامل للشبكة هل تعدون المواطن باستقرار في التيار في الفترة المقبلة إن شاء الله هو الربط يعني الاستفادة منه هتكون يعني في جانب المصري أو في الجانب اليسيوبي إن هو بيعمل على إن يقوم في استغرار في اليمداد الكهربائي وهذا الاستغرار حينعكز على المواطن في فصل الصيف إن شاء الله يعني أستاذ مالك يعني سالت الباش مهندس تحت الحواء قصة التباتل أو الرط الشبكي للكهرباء لا تؤثر على السيادة الوطنية كيف تعلق؟ طبعا هم السيادة عام مثلا بصورة عام غير الكهرباء متأكل يعني ما زي زمان القصة بتعطي للك السيادة مارسة بصورة مطلقة نبدأ من الإعلام مثلا الإعلام الآن طبعا القصة تحتكر المعلومة زمان الدولة يعني قبل سورة الاتصالات محتكر المعلومة اللزاع والتلفزيون والجريد والمعلومة زارة متحكم فيها والمواطن لا يتلقى المعلومة اللي عمر القنوان دي ما في تاني الآن المعلومة بتجي من خارج الحدود وأصبح الدولة ما محتكرا للمعلومة وتم توجيه المعلومة وتغذية المواطن بها بصورة وأضح يعني الدورة ما هذا دور الموضوع بتحقق الجسام برضو قصة اللي كنت تتحكم بصورة مطلقة ما في شيء يعني لا تحاسب على ما تفعله ما وضح دي كل أشياء خلت مفهوم السيادة ومفهوم متأكل لكن طبعا عندما بنطويق على قصة التبادل التجاري والسلعي بين الدول بالعكس بعزي مفهوم السيادة وبيحدثوا من الاستقرار لما هون منطقة دي واحدة من المناطق الفين مشاكل فيها هجرة غير شرعية وفيها هجرة من البشر وأحيانا برضو ما نغفل الجوائحة الطبيعية الجفاف والتصحور الحجازة دي دي يقليم واحدة من المشاكل يعني فعما يكون فيه فيه طاقة كهربائية وطاقة كورايتنا في الحلقة دي تحت فضل باش مهندس كيف فوائدنا في قضية الصناعات كيف فوائدنا في قضية حتى الأيدي العاملة كيف فوائدنا حتى يعني من الأشياء المهمة ولفت نظري إنه فيه كوادر سودانية مؤهلة ممكن تخدم في جنوب السودان وبحاجة هو طبعا للكوادر دي فيه مشاريع متعات الكهرباء الطاقة لأنه طبعا هو يعني موضوع اللغة وموضوع الأشياء المشتركة دي فده بالعكس أنا أفتكر أنه حيعزز مفهوم السيادة وإنه الآن لو تتحدثنا يعني قبل قليل إنه في بعض التجاذبات والتقاطعات حول سند النهضة وغيرها أما الناس يجدوا إنه هناك الكثير ما يمكن أن يفيد فكل الدولة بتحترم خصوصية الدولة الأخرى ما بتتدخل فيها لك أنت تخير إنه وسلا سند النهضة من قام كان في واحدة من السنوريهات في مصر مطروحة سنانية تدخل عسكري صحح هو افتراضي لكن مطروح وفي أصوات داخل مصر تتكلمت في الموضوع لكن الكلام ما مطروح بالنهاية ومستبعد خالص أصبح الكلام عن القصة تتربت الكهرباء والاستفادة والتبادل وهذا فما بعدين اتكلمنا برضو بساطة إنه البطي يمكن تكون سوق مشتركة حق من يعرف إنه الاتحاد الأوروبي قبل ما يكون اتحاد كان السوق الأوروبي المشتركة من أسوات بعض زمان نعم يعني اتحدوا اقتصاديا الآن هي الوحدة التي أصبحت العملة واحدة اليورو وأصبح قصية لأنك تدخل دولة خلاص كل الدول التي تستطيع أن تدخل غيرا العمل تغيرا شي في واحدة يعني هكذا بالعكس البطوة مهم ومفيد في قضية استقرار المنطقة ككل باش مهدس كيف ترون مستقبل الطاقة في المنطقة عموما منطقة شرق أفريقيا والربط مع مصر نعم هناك منظمة أصلا موجودة في سيو بياسي هي معنية بدول شرق أفريقيا والسودان ومصر هم أعضاء في هذه الاتحاد وأيضا كل الدول هذه في الاتحاد تزعي أنها تربط مع بعض يكون فيها تبادل كهربائي مع بعض ثم بعد ذلك أيضا يوجد اتحاد لدول جنوب أفريقيا هل هناك خطوات حقيقية بدأت باش مهدس في هذا الإطار يعني الربط الكهربائي المشترك الاستفادة المشترك من الطاقات الموجودة في هذه الدول نعم هناك أيضا الآن في الربط بين كينيا أسيوبيا أسيوبيا كينيا أسيوبيا جوبوتي كل الدول التي تزعي على سنة تربط مع بعضها لكي تستفيد من الغدرة الهائلة عند الأسيوبيين على سنة زي ما قلت لك نجيب عليك موضوع البيئة هذا يشغل الناس فكلما الناس وجدت كهربة نظيفة من دولة الجوار هذا أفضل من تشغيل محطات حرارية وتلويس البيئة كما تعلمون تلويس البيئة مشكلة أيضا للمواطن أيضا إلا هالأثار السالبة نعم الناحية الامتياجية بتقلل من تكلفة الانتاج من الناحية بتاعت الوقود أيضا برضو يعني تود التفكر في أنك تنشي محطات بكلفة عالية نعم تتوفر لك الكهرباء يعني عبر اللقل يعني تقصد مشاريع الربط أقل كلفة من إنشاء محطات للتوليد سواء حرارية أو شمسية في البداية هي كلفة عالية لكن بعد ذلك الكهرباء بتقوم منتجة من توليد ماي بيكون أرخص قضعا من التوليد الحراري يعني توليد الماي هو الأكثر رواجد هو الأرخص 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 والبيئة هو الأحسن نعم عفونا أستاذ مالك أخيرا يعني كيف ترون مستقبل المنطقة منطقة شرق وسط أفريقيا السياسي في ظل هذه يعني الاتفاقيات الاقتصادية الكبيرة أفتكر يعني لو جاز بكلمة واحدة نقول واعد والآن أفضل من الماضي بكثير في قضية النوع الناس اكتشفوا أنه فيها الشام مع بعض ممكن البادلوا يعني في ميزات موجودة في سيوبيا ممكن السودان يستفيد منها في ميزات في السودان ممكن مصر تستفيد منها في ميزات في جنوب السودان ممكن السودان يستفيد منها أو بالعكس فكل ما الناس حاولت في قضية الناس تبحث عن الأشياء المفيدة اللي بتخلي المنطقة كأنها كتلة واحدة ونطمع يعني بعد ذلك قضية الحدود المفتوحة يعني الآن مصر يعني واحدة من الأشياء التي سودانين بيتكلموا عليها قضية الحريات الأربعة والانتفاق يعني الناس يعملوا أنه يتاح أو يطبق السيوبي الآن نجات لأنه القضية التأشير تصو من المطار انتبهت لأنه هي برضو بلد سياحية يعني تقصد لغرض السياحة جنوب السودان طبعا وإن كان هو دولة حديثة لكن أيضا أنا أفتكر لو استقر قضية السروات الفيو قضية السياحة الفيو العمل بالنسبة للسودانين في التجارة في التبيع وتشتري بصورة أهم فالبنطقة ما سهلة يعني كانتها صراحة هايلة جدا قضية السروة الخشبية والغامية قضية الحقول البترول طبعا منطقة جنوب السودان والبنطقة حتى الشواهد الاستيشافية فيها كبيرة فلكلها ونحن الآن يعني أشوف أنه الآن إذا كان السودان مربوط بالنفط يعني من أكور الرباط إنه النفط ينتج من الجنوب لكن يصدر عبر الشمال نعم يضخ عبر الشمال يضخ عبر الشمال ويقرأ فديم تدكل قصة لك النزاع والحروب جيد من المنطقة ترتبط أو تقصب صورة ذهنية مختلفة شوية ولو الناس يعني يعني انتبهوا لهذه الأشياء أفتكر الخير بيكون كثير نعم باختصار أستاذ مالك وسريع هل ترون أن هذه المنطقة مهي السياسية الآن لتكامل ولو جزئي أنا أفتكر أن الناس جربوا الحروب والنزاعات والتوترات ما منها فائدة والآن بده يعرف أنه الاتفاق والتعاون في مصلحة مصلحة للناس وكما دينا بدأت تساؤل في الحلقة عن المواطن ومصلحته ومصلحة المواطن في الاستغرار أول حاجة نبرة واحدة وتوفر أمن نبرة اثنين بعد توفر أمن البحث عن تعظيم الأشياء أو المنافع الموجودة للناس يستفيدون منها وأنا أفتكر أنه الوعي الشعبي والمجتمعي يعني يدفع الساسة والقادة فيه يبحث عن المصالح الغايد الحقيقي للدولة والشعب والمهول يبحث عن المصالح واللي بجرة للمشاكل نعم باش مهندس أخيرا يعني هل أنتم متفائلون بأن تمضي هذه الاتفاقية إلى نهاياتها وهل هناك الضمعانات ملموسة ومطروحة حتى يعني تتحقق الفائدة الأمثل والأكبر من هذا الربط الكهربائي نعم وزي ما قال الأخونا مالك أنه في إرادة سياسية أنه لازم يتم هذا الموضوع والموضوع يعني إن شاء الله سيتم غضعا نحن يعني الليلة الصباح أنا كنت بتحدث مع مدير غطاع النغل في جمهورية مصر نحن فاضل يعني مسافة بين برجين حنحاول نربط إن شاء الله في الأسابيع الجاية إن شاء الله وبذلك يكتمل الربط وبذلك يكتمل الربط وبعد ذلك تخش المرحلة بتاعت التشغيل التجريبي للنواحي الفنية إلى أن يستغر الربط وبعد ذلك إن شاء الله ستكون فيه هناك احتفالية هل حدثوا تاريخ بعينه لهذه الاحتفالية يكمل الربط نحن في انتظار الجانب المصري نعم 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 أشكر جزيلا الباش مهندس محمد سيد أحمد بودير اللدارة العام للتخطيط والنشروعات بالشركة السودانية لنقل الكهرباء شكرا جزيلا وكذلك شكر لكم أستاذ مالك محمد طهر رئيس تحرير صحيفة الرأي العام وأشكركم جزيلا مشاهدي العزاء انتهت حلقة هذا المساء من حديث الناس ختاما تحيانا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة